السلام عليكم و السلام عليكم و بركاته سوف نتحدث عن شرح المحاضرة الثالثة من الكميونيكيشن سكيلز سوف نتحدث عن طريقة التواصل مع الـ Patient with Special Needs في ذوي الاحتياجات الخاصة ليس ذوي الاحتياجات الخاصة لأن الناس المعصبيين ومدائقين الناس اللي يكون عندهم معرفة قليلة وهكذا هاي هم الناس اللي عندهم Special Needs بالتاني نحكي عن كيف نتواصل مع المرضى اللي عندهم Low Literacy Literacy معناها معرفة Low Literacy معناها المعرفة القليلة يعني شبه أمي مش أمي يعني ماي ماذر لا أمي يعني الليترات اللي هو بقرأش مكتبش طمعا Those patients اللي عندهم Low Literacy can read and write but not in enough way to understand all what you were talking about يعني هم بعرفة قرأة يكتب بس مش لدرجة انهم يفهموا انت شو قاعد تحكي أهم شغل في هاي في تواصل مع هذول الناس انك تعرف لأي درجة هم بفهموا أو عندهم معرفة يعني ماشي Low Literacy has been associated with adverse outcomes يعني هي Low Literacy المعرفة القليلة مرتبطة ببعض العواقب السيئة زي Poor knowledge of disease معرفة قليلة بالمرض Poor adherence to treatment regimen اللي هو ضعف الالتزام بالخطة العلاجية Problem in self management مشاكل في الإدارة الذات و Poor clinical outcomes اللي هي نتائج سريرية ضعيفة ماشي How to deal with such patients What are the strategies انه كيف تعلم هذول الناس Provide them small amount of information عقده يعني نرسم لهم المعلومات اللي منحكيها Using the words that patients use and understand نستخدم الكلمات اللي بيستخدمها للمريض و بفهمها و نعطي قصص حقيقية لناس صارت يعني عشاء امام زي هيكة و احنا شو عملنا و شو منقدر نتعلم من التجربة اللي هم عملوها ماشي Some problems facing illiterates بعض المشاكل بتواجه الأميين انه بكون خجول انه ما يحاول انه ممكن انه يسعى او ما يحاول انه يختلط بالناس او انه يختلط بالطبيب و ممكن كمان circular situation with neither patient nor provider comprehending what is needed انه هي عبارة عن دائرة حالة زي دائرة من انه لا المريض فاهم ولا الدكتور فاهم شو المطلوب من البني آدم شو المطلوب انه نعمله هاي سأتي سؤال what is the following is true بخصوص اللي هاتراسي اللي هاتراسي يعني احكينا انه هي عبارة عن circular situation with neither patient nor provider comprehending what is needed متكون هاي الصح تختروها طيب اللي هاتراسي و الفنكشن الهاتراسي اللي هاتراسي معناها اللي هاتراسي معناها المعرفة القراءة والكتابة باختصار معناها دائرة الفنكشن الهاتراسي معناها قبلتو patient to navigate through health system اللي هو امكانية المريض بانه امكانية المريض بانه يتفاعل مع النظام الصحي ماشي طيب فيها refers to patient's skills and knowledge necessary to understand illness and treatment it also includes understanding how to read and interpret interpretation يعني هي فهم كيف تقرأ الدواء او الprescription هي الوصفة الدوائية و تفهم المواعيد و تفهم كيف تتيجو و كيف تطير و تفهم يعني انتك تفهم المرض او انه البن ادم يفهم المرض و يفهم كيف الفلو اوب مع هذا المرض كيف التعامل معه هاي تندرج تحت functional health literacy llterous health professionals value functional health literacy for the following reasons يعني ليش احنا منقيم ال Lterency لانه ukt can empower patients to form an active alliance يعني هي بتقدار تعدز مثل ثقافة المريض او التفاعل المريض مع الطبيب المرضى اللي عندهم علم هم اكثر قابلية او اكثر احتمالية لانهم يعملوا سلوكيات محافظة على الذات المرضى اللي مش فاهمين التعليمات تبعية الدواء وتبعية المرضى احتمالة انهم يحصلوا على رعاية طبية ذات جودة عالية تكون اقل طيب يعني هاي الفقرة بصراحة يعني ما بيجع لها بس خليني نقرها بشكل سريع في الفين واربعة في تقرير من الانستيوتيوف ميجسين ليتراسي حكت انه studies have shown that people with low literacy الناس اللي عندهم low literacy الناس اللي عندهم ثقافة او معرفة معرفة قليلة في القرار الكتابي understand health information less well بفهموا المعلومات الصحية بطريقة اقل فبالتالي get less preventive health care يحصلوا على رعاية صحية وقائية اقل more studies major short term knowledge and immediate outcome without majoring long term effects أصحابه people with low literacy الناس اللي بكونوا اميين او قريبين من الاميين بكونوا عايشين في low social economic status and they are irregularly في دراسة في 92 في امريكا فرجت انه واحد من خمس اشخاص في اليو اس اي بيكون literate يعني امي في دراسة ثانية كمان يعني شافت انه 27% من الناس هم marginally illiterate يعني هم اميين بشكل قفيف فبالتالي 50% من الشعب الامريكي عنده مشاكل في القراءة والكتابة كمان محتم في الاردون من يحكيوا في 2018-98 وفاصل 2% من الناس هم مش اميين في الالفين و عشرة هيا من الاردون من الناس و حكو ايش انه كمان محتم healthy طيب Five other notes regarding healthy literacy المعرفة الصحية هي healthy literacy is not related to years of education وهي واحد مهمة لأنها ليس مرتبطة في سنوات الدراسة والتيتعرض للحصول 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 والحصول للحصول التعرض للبيئة الصحية هذه هي اللي تجعل الواحد عنده معرفة صحية ليس الدراسة قدمها هذه الشغلة محتاج للحصول المرحة أمدينة قسمة ومتعارة مباشرة ومعرفة مستقبلات وطعامة هذه المستقبلات في حصول حصول المحصول حتى لو كان الملحظة امستقبلات حتى المريض إذا كان دارس بشكل عالي وعنده هلث لترسي كويسة لا يجب أن يقرأوا الاب تست ليس مطلوب أن يقرأوا الاب تست يعني الاختبارات المختبرات الاب تستيقوان سيتشو ما العرب معناه تمام؟ بعض العوائق للمعرفة الصحية أو العدم الأمية الصحية أول واحدة هي أنواع يعني عوائق على مستوى الفرد هي ديموغرافيك يعني عوائق ديموغرافية يعني عوائق لدخل في الـ وهاي الأمور كلها الحال الصحية درجة تعقيد المرض بالتعرض لنظام الخدمات الصحية ماشي؟ ماشي؟ وفي بعض المشاكل أو العوائق اللي لها دخل في الـ العلاقة ما بين المريض والطبيب وبعض المشاكل اللي دخل في السيستم في النظام الصحي اللي هي عبارة عن المشاكل ومشاكل لحسب التعرض المشاكل ومشاكل معلومات الصحية ومشاكل 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 كيف يحدث المريضين بالنسبة لعدد الأطباء ماشي؟ بعض الأشياء اللي احنا بنعملها عشان نطور الهيلث لترسي أولا يعني انه احنا نعمل مادة مقروئة وبسيطة تكون لغتها بسيطة وفيها صور ابحث عن فرص لانك تقيم المواد المقروئة الوقت الذي يقضيه المريض مع الطبيب انه يتعدى عن يعني يكون اعلى من 6-10 وها السؤال بيجي بيحكي انه كل الاشياء يعني كل من الاتية هي من الاشياء اللي تعمل هيلث لترسي اكسبت وبيكون حطلنا patient provider time not to exceed 6-10 اذا لو واحد مش دارس للمحاضرة لو قرأ هاي الجملة بيعرف انها غلط advocacy for health literacy and organization اللي هو انه احنا نكون مهتمين بانه ننحسن من health literacy في مؤسسات providers knowledgeable and skills in concepts يعني انه يكونوا الاطباء عندهم معرفة وعندهم خبرة في المفاهيم تبعية الليترسي وانهم يقيموها conduct feedback loop انه احنا نعمل التغذية راجعة مع المريض development of population based health literacy best practice نطور ممارسات او افضل ممارسات للهيلث لترسي في المجتمع تخبيص طيب طيب يقيمونا المعرفة لتبعية المريض تقيمونا اساسيس منك تول فور ريسارجنج بيربوس ببعض الابحاف تقييمية لغايات الابحاث زي test to functional health literacy in adults نعمل اختبارات لتقييم health literacy in adults rapid estimate of adult literacy in medicine تقييمات متكررة وسريع على المعرفة الصحية للأدلت في المدسين باسيك انجليش سكيلز تيست و نيو وست فيتال ساينز هل بيجي عليهم لا وش وز 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 ولا لهم دخلي في المحاضرة أساسا أساس من تول بعض الأساس من تول زي الفيدباك لوب أو الكلوزين كلوب اللي هو دائرة التغذية الراجع اللي هو أنا بحكي للمريض اشي بحكي للمريض الانفورميشن بعدين بحكي له حكي لي شو انت فهمت تمام؟ بعدين أنا بحكي لهو ما فهم برد بعيد للمعلومة حتى يفهمها الاندكياتورزوف بور هيلث لترسي هاي بتيجي سؤال بعض المؤشرات للبور هيلث لترسي المريض بطلب من الطاقم انه يساعده يفوت المواعيد غير ملتزم بالخطة العلاجية ويجول بالعادة بيظلوا ساكت المريض تمام؟ بيجي هل السؤال ايش انه كل هذول اشياء من بور هيلث لترسي بور هيلث لترسي بور هيلث لترسي اكسبت وشو بحطت لكو بريفيوس اكسبوجر تهل سيستم هاي مش من الاندكياتورز للبور هيلث لترسي ماشي؟ ماشي فتختاروا هاي لانه هو بده الانكسبشن بور هيلث لترسي المشاكل هاي كيف نوثقها؟ نستخدم تشارت يعني زي الليست يعني الليست هاي مكون نحطين عليها كل الانفورميشن ونبدل نحط ناخذ هستوري ونحط تكات عند البريض ونحط ايش؟ بتكون هاي الليست واضحة تشارت هاي واضحة جدا وفيها كل التفاصيل ونبدل نحط تشك 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 عند المعلومات اللي احنا ناخذها فهي بتبين اذا عنده هلث لترسي او لا وطبعا يتعلم المريض كيف يتعامل مع الحال الصحيه تابعته عشان نعزل من هلث لترسي تابعته ونستخدم طبعا من بلين لانجوج لبلاين لانجوج هاي اللغة بسيطة اللغة البسيطة هاي المريض بفهمها من اول مرة ماشي؟ فعنا مني قائز ذات هلوب اندرسينج او انفورميشن كثير من الاشيال بتساعد المعقدة انه يفهم الانفورميشن اول شيء انه عارض الامور المهمة اولا انه الامور المعقدة او الافكار المعقدة ارتبها لاجزاء مفهومة اكثر استخدم لغة سهلة بفهم المريض استخدم ضمير المبني المعلوم مش المبني المجول بالعربي انه لا يقول المريض راح ينعمل لك كذا احكي له راح اعمل لك او راح نعمل لك كذا وهي سؤال سنوات بحكي لك كل من هاي الاشياء بتساعد في اندرسينج او الانفورميشن اندرسينج الانفورميشن اندرسينج الانفورميشن اندرسينج الانفورميشن او مرتفع جدا لما انا اجي اتحكي مع هاها الا المريض راح يصيبه لتلقي المرض او تلقي الخبر اول الشيه ما هو خوف انه لا بعدين عصب بعدين بحزن ثم يتقبل الموضوع ويقول لك كل ملاته من الستاجز سأضع لك joy and happiness طبعا joy and happiness غلق تختارها لأنه يريد الإنسان طيب طبعا من المرضى الهلبلسنس انه يحس انه يحصل على مساعدة ما يعمل هو يحصل على مساعدة لا يمكن حصل على مساعدة الهلبلسنس انه يواجه المرض ما عنده ما فيه اشي بيقدر يحسن ف ما بيقدر هو يؤدي لتحسين نتيجة مرض معين الهلبلسنس انه يكون بطل عنده امل وهذا اكثر تسببها الهلبلسنس الاكتئاب والانتحار كيف نتعامل مع هذه الهلبلسنس اتنبع بها وامنعها قبل ان تحصل اعطي المرضى تبريرات لهم لماذا هو حالته تزيد سوءا في حالة الهلبلسنس اتنبع بها اتنبع بها اتنبع بها اتنبع بها ممكن يساعد المرض انه احسس انه انت فيه اشي عايش على شانه فيه اشي اتنبع بها اتنبع بها اتنبع بها اتنبع بها هذه المشاكلة نتعامل معها في حياتنا بطريقتين اما الرطض التأقلم والتكيف يساعد في انه التكيف ولكن في نفس الوقت التكيف ممكن التكيف هو انه اتكيف مع المرض الوقت الاخذ العلاج فبالتالي ادهر لزيادة المورتالي الوفيات والموربدي الاعاقات طيب كوبينج بكينزم سكان هاذ افكت انديوليشن فريقونسي الكنسيلينج سكلز اللي هي مهارات انه كيف مهارات تحكم المشاعر تستخدم المشاعر توقفك طبعا التطبيق طبعا على استعادة جميع الموضوع الاجتماعج لتحكم العالم طبعا المرضى ما حدث المرضى لديهم الحق لانهم يعملوا الدساج تابعونهم المرضى المستخدم والمغاية والمخبور الكبار تقوم بهم كلها مسؤولية المرضى إذا الدكتور احتفظ بمعلومات مهمة للمريض هذا يعتبر عنف يعتبر تعنيف أو انتهاك للقاعدة الأخلاقية ما بين المريض والطبيب أي شيء يمكن أن يكون خطير هذا الأمر يجب أن تحكيه للمريض كيف أتواصل مع المرضى العنيدين أو المرضى السلبيين هذه المرضى التعامل معهم بيكون مضحة فهذه المرضى السلبيين يمكن أن يكون المرضى السلبيين من المرضى السلبيين يمكن أن يتوتر لحد أعلى من المتوقع أو المتقبل بعض الناس تظهروا أن هذه المرضى هو 15% والذي هو فعليا أكثر من 15% يمكن أن يتحرك العملية من المرضى السلبيين أو المرضى السلبيين يعني كيلك الطلاب كيلك الطلاب استخدموا التسجيلات ثوطية أو تعليمات المكتوبة لكي يستطيع التعامل مع هذه المرضى المرضى السلبيين المتلاعب أو المعتمد هذا المريض يعني يكون غتيث بالعرض المريض الغتيث لا يمكن أن يكون المرضى السلبيين وضع لهم المرضى تعلم كيف تحكي له أو لا بالطلاب ليست متأكد الحوض المرضى السلبيين هم مباشرة ورجاء الله لا تأخذهم يجيل الرئيس البيانة المحتى الهائية المكتئب انه مطيع المذسفين يمكن أن يصيبهم حالة من الهلع ومتضيع الحضوى لأن مرؤية شكرا لذلك في ممكن أن تؤثر على الدكتور يمكن أن يؤثر على الدكتور بشكل شخصي يجب أن يجب أن يمنع جزء من العلاج عن المريض لعدم التقيد أو التباع على الجرائع العلاجية لعدم التقيد أو التباع على الجرائع العلاجية بعض المشاكل الدراكية ضعف الاستمرارية خطورة المرض وفتح المشاكل ثم تقوم بعمل التقديم تقوم بإحترام تقوم بإحترام تقوم بإيجابي حتى في المواقف الصعبة حتى في حالات المشمتينة تقوم بتقوم بالتأسف تقوم بإحديار بنص�ير تقوم بمجعوم وننتقل الى المحاضرة اللي بعد ان شاء الله